السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشكلة الهاتف مع ناس كثيرة جدا ان هو يكون عنده مثلا نوتوكات قديم ويجعله ملف حديث و هو مش قادر يفتحه هو مش عايز يشعره بس هو عايز يعمل له open ويفتحه في اكتبه على فيسبوك أنا عايزة ارفع ملف بـ 20-20 حدي سيكون لـ 78-17 وهكذا ففيه بديل اللي هو viewer.autodesk.com ببدأ ارفع الملف عليه بقوله بقوله drag and drop اسحب وحط او ممكن تقوله select file او upload folder ممكن تفتح ملف كامل طيب انا هابدأ افلتر الـ DWG هو انا مدين ما تفكره لها باش مدين ان اختار الـ DWG بس فانا اقوله انا عايز اي ملف DWG او حتى انا عارف ان فيه الفولدر بتاع التامي ممكن نختار بقى اي ملف ده كده حتى لو انا ما عنديش اصلا اوتوكات على الجهاز يعني انا عاد على عند حد قريبي مثلا وقالوا لي لازم تفتح الملف ده بص من عليه قبل ما نبعته فبدل ما سطى بقى ادخل على البراوزر وروح حشاب الملف وكذا يعني فالميز ان هو مش محتاج ان انت يكون عندك قدوكات على الجهاز اصلا ففتح لي اللوحة دي اشي كدوكات على الجهاز اصلا ادخل شرط الدولي في السيري دي اي شيء من الاشتاات طيب لان نعمل زوم كده اوات فقدر تفتح الليارات تدخي الليار مسلا معينة بشكل دوات نحن نضغل لجريد نلاحظ ان الجريد اختفت بشكل دوات خلينا نقول له مثلا وول ويندوز تزال طول ما عايز شوف البربارتس بتاعت اي عنصر تعمل على سيليكت يبدأ يجيب لك الانفورموشن بتاعته نحن نفسه تنك الاعدادات تقدر تحكم في مقدار الزوم مثلا مقدار الدراج ممكن تقامل كومنت وتشوف ايه الحاجات التي تحلت وهكذا تقدر تفتب كومنت مثلا على عادية تقدر تعمل برينت للحاجه تقدر تاخذ سكيروشوت تعمل لادا واللوت تقدر تعمل شير للملف دوات حيث ان تشوفها ففي شوية امكانيات كويسة للتطبيق او للموقع دوات شعاله ترجمة نانسي قنقر